اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجدي من يوم 22-12-2019 لغاية 2021 عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم 16 وبعدها بنتقل للدلو الزهرة في الدلو وبنتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب وبينتقل ظهر يوم 31 بعدها للقوس المشتري في الجدي وزحل في الجدي اورانوس ما زال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11 نبتم في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة او المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعا قبل بثلاث ايام من تكوينها وفي زوايا راح تتأثر قبل تقريبا باسبوعين او ثلاثة يعني اثارها بلشت تتبين وفي اشياء بلشت اثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 او منتصف شهر 12 الزوايا هاي عنا يوم 12 واحد يقترن عطارد مع زحل ومع بلوتو وكوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13 واحد راح تقترن الشمس مع بلوتو ومع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع اورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعا احنا حكينا الشمس الهاب القيادات والجيش الهاب الحكومات باصحاب القرار اورانوس الو علاقة بالانقلابات الو علاقة بالثورات الو علاقة بالغتيلات الو علاقة بالاشياء المفاجئة بلوتو الكوكب اللي بيقلب كل شيء رأس على عقب في لحظة زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعا في برج ناري ناري وهو تكوينه النار الو بالحروب و الو بالنار و الو بال بالاشياء اللي مش سهلة طبعا تكوين الكواكب هاي بما انه اغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه وبداية موسم الشتاء فرح تكون التأثيرات يعني والله اعلم هاي علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة ايش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن امطار ممكن ثلوج ممكن اعاصير بس اعاصير ما مش بتخوف يعني اعاصير انها بدأتشي لبلاد يعني ممكن ايشي العلاقة بالنار بما انه المريخ بلوتو اورانوس والمريخ برضو اللهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف احنا خلال فترة اخر عشر ايام من الشهر هاد ايش الاثار اللي ممكن تصير او الاحداث اللي ممكن تصير وبعدها منشرحها احنا ومنشوف ايش الاشياء اللي صارت ما بدي اعلق على اي شيء ما بدي اتنبع باي شيء وما بدي اتوقع باي شيء خلي الامور ماشي على تسهيل المولد اما بالنسبة الكو يا موليد القوس الشهر هاد كله بتركز على المكاسب المالية اغلبها من عمل اضافي او فرصة للحصول على هدية او جائزة ممكن تقديرك من سنوي في عملكو يجي بشكل ممتاز كل تفكيركو بنصب على افضل الطرق لكسب المالي اكثر ايش بارقك هذا الشهر هو المال والضغوط المالي والالتزامات بنصب تفكيركو على تزديد الفواتير والديون وتوفير المال هذا الشهر بيوعد بنتائج ممتازة مالية وفرص تمينة لحصد المال ولكن بدك تنتبه من البذخ والتبدير لانه مش بقته المناسب او مش الاشي المناسب بالنسبة للك لا تخاف من الامتحانات والمنافسات كن مستعد ورح تجد ان النجاح رح يكون حليفك في بعض الانشغالات العائلية والادارية ولكنها بتصير بشكل ايجابي الشهر هذا برضو فيه هيك نوع من انواع الرومانسي والغزل والحب رغبة في تعزيز الروابط والارتباطات والمصالحة اما بعد عشرين الشهر بيكون افضل خاصة في مجال التواصل والاتصالات والسفر فبيكون النتائج اكبر بكثير من السابق يعني من الشهر الحالي اللي هو بعد عشرين واحد بالنسبة للامور الشخصية والنفسية يعني عندك طاقة رهيبة جدا وعندك قدرة على انك تتحرك وتتخطى كل العقبات بالفترة هاي بتزيد ثقتك بنفسك وشجعتك ولكن انو مش الزيادة الثقة هاي بعد مرات بتكون تهور ولكن اذا درست مزبوط بتحقق كل اهدافك في بعض الاوقات رح تكون سيء المزاج نافذ الصبر متلهف بسبب لك نوع من النزاعات في محيطك عليك انك تتجنب انك تزيد في الامور هاي عشان ما تنعكس عليك سلبي بالنسبة للفكر والدراسة والاسفار يعني انت مرح هذا الشهر نفسيتك شوي احسن تتمتع القدرة كبيرة على الاقناع فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الاقارب والاخوة هاي فترة مهمة للقيام باسفار والدراسات والعمل والمشاركة في اللقاءات او الندوات الفكرية بتميل لتفذير طاقتك وجهودك بسبب تفكيرك بالتغيير والتغيير الاهداف والتغيير الخطط يمكن يجيك نوع من انواع الدعم يكون من قريب يعني من مستوى العيلة الفترة هاي ممكن يجيك اسفار ممكن اللي عندهم قدرة ملكة على الكتابة بسيد افكارهم للتأليف او للكتابة ولا الامور الادابية وبتحظى بشعبية كبيرة وتقدير الاخرين بالنسبة للمال والعمل احنا حكينا يعني في فرص كبيرة للمال ولكن بدك تنتبه انت من البذخ ومن الصرف لزيادة لانه يفتح لك ابواب لتضيع الاموال مش تضيعها يعني سرقتها لا تضيعها بانك انت تصرفها في الوقت المش مناسب ممكن تسمع خبر ويكون ممتاز جدا بخصوص عملك وممكن تجيك ارباح سريعة ومفيدة وهي الفترة ممتازة جدا للمعاملات التجارية بس بدك تنتبه وانت بتتعامل مع رفقائك بالعمل ممكن ترتكب بعض الاخطاء او اراءك شوي هيك تكون مش في مكانها تنعكس عليك سلبيا بدك تكون صبور وتعرف كيف تحل هاي المشاكل اما على المستوى العاطفي والعائلي والعلاقات الاجتماعية الشهر هذا انت متقلب بين بدي وما بين ما بدي مش عارف ايش اللي برضيك بدك تنتبه وتعرف تنجي مظبوط او تختار مظبوط شركات اما بالنسبة للكواكب تأثيراتها المريخ بحكي لك اضبطوا عصابك اثناء التعامل مع الغير لانه عندك استعدال للتصرف بشكل متسرع والمريخ بعطي عصبية بالنسبة للمشتري فرص مالية جيدة بكون اغلبها من العمل او بتستردوا مال او مال بتكونوا مدينين لناس برجعلكو او شيء من ممتلكاتكو برجعلكو وممكن تحصلوا على هدية او جائزة زحل طبعا معروف انه زحل مش سهل بعمل على تغيير مفاجئ وحاد في وضعك المالي اورانوس باعطيك تغيير مفاجئ في مجال العمل وبالذات في العلاقة مع الزملاء تنتبهوا لصحتكو بشكل منيح بلوتو بركز على الوضع المالي يعني برضو زيادة نفقات نبتون باعطيكو قدرة على بيع او شراء او عقارات والناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال رح يبدعوا هذا الشهر ورح يحصدوا نتائج ممتازة جدا هيك بنكون انهينا توقعاتنا لهذا الشهر اسأل الله انه السلبي ما يصير الاجابي كله يصير ويصير احسن منه كمان يعني هاي بتظلها كلها توقعات ما بنعرف ايش اللي بيصيب منها وايش اللي بيخيب في النهاية الله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سلام